طبعاً زي ما حضراتكم تابعته المواطن اللي هو الحق في المعرفة يعرف ايه التحديات اللي بنواجهها والمستقبل عامل ازاي وزي نقدر نتغلب على هذه التحديات وزي ما كانت مننا بتقول احنا في صبعاً خير يا مصر حرسين كل الحرص على ده من خلال زيارتنا لكم المشروعات القومية اللي تم افتتاحها أو حتى المشروعات الجارية تنفيذها بنكون موجودين فيها يعني على سبيل المثال وإحنا بنتكلم دلوقتي على تشكة احنا عملنا حلقة مفصلة وموسعة لمشروع تشكة من البداية من اول ما دخلنا من البوايب وعرفنا اه حصل الكلام ده فعلاً من اول ما دخلنا انت كنت موجود هناك على الارض الواقع صحيح اه يعني كنا بنتكلم كمان يعني الحاجات اللي كانت تسببت في تعطل هذا المشروع وتلكؤه لحد ما اتاخد القرار المناسب ان احنا لازم ندخل في هذا المشروع اختيار المكان لعمل هذا المشروع كل هذه الامور يجب على المواطنين ان هم يكونوا عارفين نرجع مرة تاني نكمل كلامنا مع دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة زراء دكتور اهمية ان المواطن يكون عارف حاجة زي دي ويمكن رئيس في افتتاح مشروع مستقبل مصر كان بيتكلم عن ازاي هنوفر الميا لهذا المشروع عرفوا الناس احنا جيبنا الميا لهذا المشروع ده ازاي صحيح والكلفة كان يعني حضرتكم لما نبارح بنتكلم ان كمية الميا الموفرة لهذا المشروع اولا اختيار هذا المشروع اختيار كان سليم لكنها كانت عدم توفر الامكانيات اللازمة لاستكمال هذا المشروع اللي الدولة بدأت تعمله دلوقتي لما نقول ان عندنا ثلاث محطات عادة استخدام مياه الصرف وتأهلها للزراعة هذه المحطات لما نقول ان عشان المليار متر مكعب مياه بيتكلف كام هذه الكمية من المياه لما نقول ان احنا وصلنا في مرحلة الفقر المائي فاحنا وصلنا ان احنا لازم نوفر المية الدلتة الجديدة المية اللي كانت بتروح من النهر للبحر محطات رفع املاقة يمكن انبارح وفي خامة رئيس الجمهورية يفتتح الحصاد كان فيه بعض المشروعات التنموية الاخرى بس هو مش عملية زراعة لكن الحياة القائمة على الزراعة تصنيع زراعي مجتمعات سكنية طرق كباري كل مجتمع متكامل مجتمع متكامل حياة كريمة زي ما احنا بنقول تتكلف ايضا ما تتكلف الدولة شالت عشان هو دي دورها واحساسها بالمواطن توفير توفير لقمة العيش توفير الحد الامن من الغذاء للشعب لما بنقول مبارح كان فيه عرض لتجربة جميلة لمستثمر مصري ودي دعوة لكل اخواننا المستثمرين سواء المصريين او العرب احنا مش نلاقي وقت مهيئ للإستثمار اكثر من هذا الوقت يمكن احنا شوفنا مبارح مستثمر مصري بيعرض قد اي نجاحه في ارضك لم كانت صعبة جدا في الزراعة في ودي الشيح يمكن انا بعض البحثين كانوا بيتابعوا معاه انا كنت متوقع ان المحصول عنده هيبقى كويس يعني منطقة كان غير صالحة للزراعة هيئها وصرف عليها واصبحت وطبعا احنا زي ما في خامة رئيسة الجمهورية مبارح قال قال المستثمرين والقطاع الخاص هم مش اضطرش وقع عننا وده ما يزعلناش بالعكس يفرحنا ويخلينا نغير ان احنا نبقى زيهم هم فعلا دجما بيحط الجنيه في المكان الصعيح عشان يجيب عشان يكسب ما يخسرش فهو يكون انه يستثمر في هذا المجال المجال وبعدين كل تسهيلات الاستثمار دعوة لكل المستثمرين مش هنلاقي احسن من هذا الوقت الاستثمار كلنا علينا دور كمجتمع كمجتمع مدني وهم شركاء معنا شركاء معنا كدولة المستثمر سواء كمستثمر مصري او عربي او اجنابي هيجد كل الطرق وكل السبل احنا بندعم يمكن نسينا نقول مبارح قد ايه جهاز الخدمة الوطنية والشركة الوطنية وقد ايه هي بتساهم في اضافة مساحات جديدة يمكن يمكن هي مش الهدف متاح الربح قوي هي الهدف توفير المحاصيل الاستراتيجية يعني مش هتخسر اه صحيح لكن لكن في النهاية مفهوم هي لازم توفر امن غذائي للمواطن المصري لما بيقول ان احنا اضفنا نص مليون فدان يتزرع امح يعني حوالي في 3 طن حضرتكم كمان معدلات انتاج عالية جدا يعني في خبط رئيس الجمهوران بيتكلم على 25 ارداب الامح احنا الفرق من 18 و20 و25 يمكن اضاق التفاصيل اللي بيتكلم فيها زي ما الستاذ احمد ايوب قال هو هو مشارك هو هو بيتكلم في اضاق التفاصيل لما يكون 5 5 ارداب في 3 مليون فدان فرق يعني 15 مليون ارداب يعني حوالي 2 مليون طن يعني استهلاقنا شهرين لان حضرتكم احنا بنحتاج 18 مليون طن امح لإستهلاقنا بنطمنكم ان احنا رغيف الخبز المدعم بيحتاج من 9 ل 10 مليون طن دون فعل ان احنا بننتجهم الحمد لله اكتفاء ذاتي من الامح اللازم للخبز المدعم باقي باقي بيستخدم في صناعات المقارونا وبعض المخبوزات اللي هي قائمة على الامح اب دكتور